بسم الله الرحمن الرحيم أعلا وسهلا بكم في الفيديو ده نسترد عليكم إيضاة بسيطة جدا لتخصيص سطح المكتب عندك في وندوز عشرة أو في وندوز حداشر بواجهة تبدو أفضل بنسبة كبيرة جدا من الشكل التقليدي لوجهة وندوز عشرة أو وندوز حداشر واجهة هتكون أشبه بنسبة كبيرة جدا لبعض أنظمة لينكس أو ماك بنفس هذا الشكل الموضح هيكون عندك شريط الأدوات الموجود في الأعلى للتحكم في عناصر النظام عندك بما في ذلك هيكون عندك قائمة ستارت بنفس هذا الشكل البسيط في منتصف سطح المكتب عندك طبعا هذه الأداء أو هذا البرنامج البسيط جدا لتخصيص سطح المكتب عندك متوافق مع وندوز حداشر أو مع وندوز عشرة تقدر تستخدمه هنا أو هنا من أي متصفح عندك هتبتدي أنك تفتح المتصفح بعد ذلك هتكتب اسم الأداء بنفس هذا الشكل من الموقع الرسمي لمستودع جيتها بتقدر تحملها بما في ذلك موجودة أيضا بشكل رسمي من خلال متجر تطبيقات مايكروسوفت هتفتح المتجر عندك هتكتب بنفس الكافية اسم الأداء ومن نتائج البحث هتلاقي الأداء ظهرت معك بنفس هذا الشكل تقدر أنك تحملها بطريقة رسمية أو بشكل مستقر من خلال متجر التطبيقات طبعا الأمر ما ترك ليك تحمل من المتجر أو من خلال الموقع الرسمي على سبيل المثال لو هتحمل من الموقع الرسمي هنضغط على أول نتيجة بحث المتعلقة بمستودع جيتهاب بعد ذلك هيفتح معك الموقع من جزء التنقل على اليمين هنضغط على عبارة لتست لتحميل أحدث إصدار بعد ذلك هتبتدي تفتح معك صفحة التحميل هتنزل حاجة بسيطة وتحمل من هنا من خيارات التحميل الخيار اللي بينتهي بـ .exe مجرد ضغط عليه وهيبدأ من التحميل معك بشكل مباشر طبعا حجم الأداء 33 ميجا من خلال الموقع و 29 ميجا من خلال متجر التطبيقات بعد التحميل هتفتح المكان اللي نزل فيه الأداء عندك طبعا دي هتكون الأيكونة عندك بنفس هذا الشكل ضبل كليكة عليه هتبدأ فيه عملية التثبيت هتفتح معك وجهة التثبيت طبعا الأداء متعددة اللغات يعني فيها الكثير من اللغات تقدر أنك تحدد أي لغة أنك محتاجة بما في ذلك اللغة العربية متاحة معك فهتضغط على سبيل مثال هنحدد اللغة العربية طبعا اللغة العربية هنا خاصة بعملية التثبيت في البداية فقط لكن بعد تثبيت الأداء هتحتاج أنك تغيرها إلى اللغة العربية فهنضغط على أوكي بعد ذلك هتضغط على التالي ثم بعد ذلك موافق لاتفاقية الترخيص أو اتفاقية الاستخدام ثم التالي بعد ذلك تثبيت أو تنصيب وهتبتدي الأداء بشكل مباشر من بدء عملية التثبيت سواء بسيطة هتتثبت معك الأداء بعد ذلك هتضغط على التالي أيضا ثم إنهاء هتحس بعد الضغط على إنهاء أو بعد تثبيت الأداء أن سطح المكتب عمل عندك قاعدة تشغيل أو لندوز اكس بلورر عمل قاعدة تشغيل وتم تطبيق السيم الخاص بالأداء أو عملية التخصيص الخاصة بالأداء عندك بشكل تلقائي على سطح المكتب طبعا في البداية تفتح معك الأداء أو هيتم تطبيق السيم عندك بيازل شكل طبعا لو أنك عايز تظهر عناصر سطح المكتب مثلا زيز بسي أي ملفات أو أي برامج أنك مثبتها على سطح المكتب تقدر أنك تظهرها بما فيه زلك تقدر أنك تخفيها بحيث أن سطح المكتب يكون خالي أو يكون شكله أفضل بعد ذلك هنا طبعا دي هتكون وجهة الأداء هتضغط هنا على تبويب جنرال بعد ذلك هنا طبعا اللغة الخاصة بالأداء من هنا لو حابب أنك تخليها باللغة العربية تقدر أنك تخليها باللغة العربية من هنا يتم تطبيق التغيرات بعد ذلك اضغط على حفظ بحيث أن يتم حفظ تغيرات الأداء ثم بعد ذلك هنا في تطبيق عام هنا لو محتاج أنك تضيف بعض التغيرات على شريط الأدوات في الأعلى فحدد هذا الخيار البابلز بعد ذلك اضغط على هذا السهم خلي البابلز تيجي هنا بعد ذلك اضغط على حفظ وهتلاقي أن شريط الأدوات عندك أصبح شكله أفضل بنفس هذا الشكل بعد ذلك هنا بالنسبة لشريط الأدوات الهوائي أو الشريط اللي موجود في الأعلى ده طبعاً بيكون عندك الشكل الإفتراضي بهذا الشكل فيه عندك شكل آخر تقدر أنك تغيره طبعاً تقدر أنك تخصص الأداة تغير بعض الخيارات وتختار الأشكال المناسبة لك لكن أظن بالنسبة للديفولت هو الشكل الأفضل بحيث أن التاريخ يكون عندك في المنتصف بنفس هذا الشكل بعد ذلك ارتفاع شريط الأدوات لو حابب أنك تقلل ارتفاع شريط الأدوات يعني تنزله تحت شوية أو ترفع فوق شوية من خلال هذا الخيار بتغير الرقم 30 ده إلى أي رقم آخر لكن أظن الرقم ده كويس جداً أيضاً الاختباء التلقائي ممكن نخليه On Overlap بحيث أن لما تفتح أي تطبيق شريط الأدوات ده يختفي بعد ذلك اضغط على حفظ ثم بعد ذلك مدير النافذة خلي هذا الخيار على الوضع الافتراضي بعد ذلك شريط المهام طبعاً الشريط اللي موجود في الأسفل ده طبعاً هنخليه أيضاً بنفس الكيفية على On Overlap بحيث أنك لما تفتح أي تطبيق يختفي ولما تمر عليه بمؤشر الماوس يظهر معك بشكل تلقائي أيضاً بيكون في عندك الوضع المصغر بهذا الشكل بما في ذلك تقدر أنك تخليه على الوضع الفل يعني بكامل الشاشة هيكون معاك بهذا الشكل لكن أظن أن الشكل المصغر أفضل طبعاً الأمر المطروح لك ابتدي إختار الخيارات المناسبة لك بعد ذلك حفظ ثم من هنا تقدر أنك تغير مكان شريط المهام إما في اليسار أو في اليمين أو في الأسفل على سبيل المثال لو خليناه في اليسار هنحدد هذه الأيكونة بعد ذلك حفظ ويكون معاك شريط المهام بهذا الشكل على اليسار لكن أظن أنه في الأسفل أفضل طبعاً بالنسبة لشريط المهام الإفتراضي الخاص بويندوز 11 أو بويندوز 10 تم إخفاءه بشكل كامل يعني لو أنك مريت بمؤشر الموز كده مش بيفتح ده بيكون شريط المهام الأساسي معاك باستخدام هذه الأداء طبعاً هنا ما فيش أي خيارات أخرى خليها على الوضع الإفتراضي بعد اختيار من هنا نوع شريط المهام والحجم أو موضع شريط المهام إما في اليمين أو في اليسار أو في الأسفل أيضاً خلي هذا الخيار على الوبرلاب بحيث أنه يختفي لما تفتح أي تطبيق بعد ذلك مدير الخلفية ده لو أنك عايز تعتمد الخلفية دي اللي البرنامج طبقها ليك تقدر أن تسيب هذا الخيار بشكل إفتراضي لكن لو عايز أنك تضيف أي خلفية أخرى من عندك من على الجهاز فاضغط أو عطل هذا الخيار بعد ذلك اضغط على حفظ ثم بعد ذلك توجه إلى مستكشف الملفات عندك للمكان اللي موجود فيه الخلفيات عندك ابتدي طبق أي خلفية أنك محتاجها على سبيل المثال الخلفية دي بعد ذلك هنعينها أو set as background وده يكون الشكل عندك طبعا دي أو الضغط هنا على قيمة start بيفتح معك بشكل عادي جدا قيمة start التطبيقات لما أنك بتفتح تطبيق فتلاقي أن شريط الأدوات تختفى بالمرور بمؤشر الماوس بيفتح معك كذلك الحال بالنسبة لقيمة start اختفت بالمرور بمؤشر الماوس هتفتح معك طبعا ده أمر قويس جدا بحيث أن كامل الشاشة تكون عندك للتطبيق اللي أنك بتستخدمه بالنسبة لعملية تثبيت التطبيقات في شريط المهام فطبعا مش بتدعم السحب والإفلات يجب أنك تفتح التطبيق اللي أنك عايز تثبيته في شريط المهام يعني مثلا لو توجهنا إلى كامل start وحبينا نعمل مثلا سحب لهذا التطبيق زي ما أنكم شايفين مش هيتم تثبيته في قائمة start على سبيل المثال مثلا تطبيق الموسيقى ده مثلا لو محتاجين نثبيته فيجب أننا نفتحه بعد ذلك click main عليه ثم بعد ذلك pin أو dapboos d ثم بعد ذلك تثبيت على اليمين أو تثبيت على اليسار أو تثبيت في المنتصف ممكن تثبيت في المنتصف بعد ذلك لو أنك يعني كنت فتحه وقفلته فهتلاقيه مسبت معك بشكل طبيعي جدا في شريط المهام ده كل اللي مطلوب بالنسبة لهذه الأداء طبعا بيكون في عندك هنا مشغل الموسيقى موجود في الأسفل من خلاله بتقدر أنك أو هذا المشغل بيدعم العديد من التطبيقات في وقت واحد يعني مثلا لو أنك فاتح بعض التطبيقات المتعددة لتشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو فبتقدر أنك تتبدل ما بينها وتتحكم فيها من خلال مشغل الموسيقى اللي موجود هنا إما أنك تشغل مقطع الصوت أو تنتقل إلى مقطع الصوت التالي للأمام أو للخلف أو من أيقونة الصوت من الأعلى بتظهر معك كل مشغلات الموسيقى حتى لو أن كانت المشغلات دي من خلال أي متصفح موجود عندك فتقدر أنك تتحكم فيها تشغلها أو أنك تتبدل ما بينها من هنا بما في ذلك بيكون ظاهر عندك هنا أجهزة الصوت المتصلة بالجهاز بتاعك أيضا ما هنا بتقدر أنك تتحكم في حجم الصوت أو الميكروفون أو السطوع لو أنك بتستخدم لابتوب بما في ذلك هنا بيكون فيه عندك مركز الإعدادات السريعة أيضا تتحكم فيه الصوت الميكروفون السطوع وما إلى ذلك أيضا لو محتاج أو خيارات الطاقة تسجيل الخروج بسليب والشات داون وريستارت بما في ذلك طبعا هنا آيكونة الإنترنت أو الواي فاي لو أنك بتستخدم واي فاي أيضا البلتوس وهنا علبة الرموز العلبة اللي بيكون فيها التطبيقات اللي شغالة في الوقت الحال اللي كانت بتكون في الأسفل أيضا هنا الوقت والتاريخ بما في ذلك هنا مجلد المستخدم الشخصي أو مجلد ملفات المستخدم اللي بيحتوي على الملفات الشخصية ولو أنك محتاج أنك تحزف حاجة من هذه العناصر كليك كيمين عليها وعمل لها إزالة ولو أنك عايز تضيفها فكليك كيمين على شريط الأدوات وعمل لها إضافة مرة أخرى بما في ذلك أيضا لو أنك حزفت أي من عناصر شريط المهام فكليك كيمين في المنطقة العلوية بعد ذلك إضافة وحدة الوسائط لو أنك حزفتها أو إضافة قائمة البداية لو أنك حزفتها وده الموضوع بكل بساطة أداة بسيطة جدا مش محتاجة عملية تخصيص كبيرة جدا هتغير سطح المكتب عندك في وندوز عشرة أو وندوز حداشر إلى شكل أفضل فأقول لنا عن رأيك عن هذه الأداة في التعليقات وما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولا عندك أي تعليق أو أي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته